بالنسبة لمحمود عبد المنى بكهرباء الناس الكتير بتتكلم انه خلاص رحل عن النادي الاهلي اه مارسل كولر قبلك الكابت المحمود الخطيب انه لا يمانع رحيل كهرباء عن الفريق لو جاله عرض مناسب ولكن مارسل كولر اشترط اشترط اولا حسم ملف المهاجم الاجنابي الجديد يعني الاهلي يضم مهاجم الاجنابي جديد يلا اوكي موافق بيعوا كهرباء كهرباء عنده بعض العروض الخالجية وبعض العروض من السعودية بس كولر مش هيمضي موافق على بيع كهرباء لما يشوف مهاجم اجنابي في ارض الملعب اخر مش ياخد المخاطر خلصوا المهاجم الاجنابي خدوا كهرباء واتضوفوا الحتة اللي انتوا عايزين دي حكاية كهرباء